اشتركوا في القناة على المنتخب المصري وذلك بعدما ضمنت اهله الى الضورة المقبل عقب تغلبه على المنتخب الكونغولي بهدفين دون رد بينما تحدثت صحيفة المصري اليوم عن المشكل الذي عان منه المنتخب المصري يوم امس حيث تم استبعاد عمر وردة من القائمة النهائية للمنتخب المصري حيث عنوانات وردة ليس الأول أزمات واستبعاد نجوم الفراعينة في أمم إفريقيا في حين عنوانت الأهرام المصرية اليوم الجزائر والسنغال في صراع النار على صدرة المجموعة الثالثة حيث سيلتقيان اليوم على الساعة السابعة مساء بتوقيث القاهرة على أرضية ملعب 3 يونيو بينما كشفت صحيفة الأخبار المصرية أن قرار استبعاد عمر وردة من معسكر المنتخب المصري تم في خمس دقائق مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة تلقوا غدا في موعد جديد